بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا الحديث حقيقة استوقفني وتسألت كيف يمكن لنبي أمي صلى الله عليه وسلم يعيش في عصر لم يكن هناك من علم الفلك إلا الأساطير لم يكن هناك من الحسابات إلا الشيء القليل كيف يمكن له أن يتنبأ بأن الإنسان وجد في آخر الزمان تقريبا وأن بعثته الشريفة قريبة جدا من قيام الساعة سنتوقف عند هذا الحديث الشريف لنستيقن أن القيامة أصبحت قريبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري بعثت أنا والساعة كهاتين طبعا يقرن بين أصبعين ويقول الشريفتين ويقول كهاتين يعني للدلالة على أن مبعثه قريب جدا من قيام الساعة طيب يقول قائل أو يقول بعض المشككين مضى 1400 سنة ولم تقم القيامة إذن هذا الحديث غير صحيح هكذا يقول طيب دعوني أنا أنظر من منظار آخر النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول للبشرية هو رحمة للكون يعني نحن نتحدث عن نبي رحمة للعالمين وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين فهو يتحدث بشكل كوني لا يتحدث بشكل يعني بنظرة ضيقة بل نظرة كونية سأشرح لكم ذلك أيها الأحبة قياسا لعمر الكون بعثة النبي كم تساوي سنستخدم يعني حساب بسيط جدا يقدر العلماء عمر الكون طبعا وهذه نظريات تحترم ولكن قد تكون صحيحة وقد يتم تعديلها في المستقبل ولكن عمر الكون يقدر به حدود 13.7 أو 8 مليار سنة يعني 13.7 ألف مليون سنة المليار واحد وبجانبه 9 أصفر طيب لنأتي الآن إلى عمر الإنسان عمر الإنسان أمام عمر الكون ماذا يساوي لا شيء لأن عمر الإنسان لا يتجاوز حسب أفضل الدراسات 250 ألف سنة الدراسة التي تقول إن كل البشر الموجودون كل البشر الموجودين الآن على الأرض يعودون لرجل واحد عاش قبل 250 ألف سنة وهذه نظرية طبعا أيها الأحبة ليست حقيقة علمية إنما الحسابات والدراسات تؤكد ذلك طيب نحن نتحدث عن 13 ألف أو أكثر من 13 ألف مليون سنة ونتحدث عن 250 ألف سنة كم عمر الإنسان إذن الإنسان خلق في آخر في آخر الزمان أو في يعني قريبا جدا طيب بعثة النبي كم ألف وأربعمائة سنة فقط يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبله بحدود ألف وأربعمائة سنة طيب لو أردنا أن نعرف نسبة يعني زمن بعثة النبي إلى اليوم مقارنة بعمر الكون كم نقسم ألف وأربعمائة على تقريبا لنقل 14 مليار تقريبا 14 ألف مليون سنة الناتج سيكون أيها الأحبة كنسبة واحد إلى عشرة ملايين يعني عمر عمر الإسلام إذا اعتبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبل ألف وأربعمائة سنة حتى اليوم هذه المدة ماذا تساوي تساوي واحد على عشرة مليون من عمر الكون يعني نسبة ضئيلة جدا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بعثت أنا والقيامة أو الساعة كهتين يعني أنا قريب جدا من يوم القيامة لذلك أيها الأحبة يعني هذا التشبيه النبوي دقيق جدا وتشبيه يدل على يعني عندما قرن بين إصبعيه الشريفتين ليدلك على أن القيامة ستكون قريبة جدا بالنسبة لعمر الكون أو بالنسبة لبعثته صلى الله عليه وسلم وبالفعل أيها الأحبة كثير من العلامات التي أنبأ عنها النبي وربطها بقيام الساعة التي تسمى أشراط الساعة أي لا تقوم الساعة إلا إذا حدثت هذه الأشراط كثير من هذه العلامات حدثت وتحدث كل يوم ونراها بأعيننا وبالتالي هذا الحديث يضيف دليلا جديدا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ونقول لكل ملحد تقول ما الجديد الذي جاء به النبي نقول لكم أنه أنبأ أن عمر عمر الدعوة الإسلامية إذا افترضنا أنها 1400 سنة طبعا كل الأنبياء مسلمون كلهم مسلمون طبعا ولكن من بعثة النبي لأنه يتحدث عن بعثته صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين يعني قريبا جدا من الساعة لذلك 1400 سنة التي مرت حتى لو مرت فوقها 1000 سنة سيكون هذا الرقم قليلا جدا 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 مقارنة بعمر الكون لذلك والله أيها الأحبة أنا لا أملك إلا أن أقول كما وصفه الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر